السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب قناة الساينس ويب المختصة في مجالة تداول بالعملات الرقمية في هذه الحلقة سنناقش بعض المشاريع الخاصة ببعض العملات سنتحدث على بعض الأمور المهمة التي ستساعد كل مستجمر في اختيار العملة الجيدة لاستجمار هناك الكثير من المشاريع الصراحة هناك تقريبا أكثر من ستة آلاف عملة حاليا وصلنا إلى سبعة آلاف وثلاثمائة عملة كما نقول لكم دائما تسعين ميل بيئة من هذه السبعة آلاف فهي سكام عشرة بالمئة هي مقسمة بين مشاريع عادية ومشاريع قوية لذلك حاولوا أن تأخذوا الحيطة والحضر في استثماركم في أي عملة ولا تذهبوا وراء كل عملة تشاغل الديفاي تقول مثلا هذه العملة تشغل الديفاي استثمار بها ضروري أن تبحث في مشروع تلك العملة الآن هناك بعض الأسئلة التي تطرح لي كثيرا لماذا لا تشرح لنا اللينك نستشمر بها لماذا لا تشرح لنا البولكا دوت عملة البيئين بعملة قوية الكلية تحدث عليها هل أنت كمستشمر؟ أول شيء السؤال الذي يجب أن تطرحه هل السعر مناسب لكي أشري هذا المشروع؟ مثلا عملة الشيل لينك عملة اللينك الكل يتفق أنه مشروع قوي قوي جدا من بين أكبر المشاريع الموجودة حاليا هذا لا نقاش فيه ولكن أنا كمستشمر أنا أخذ الكلمة الأولى مستشمر يعني سأستشمر في هذه العملة لن أستشمر مثلا في مشروع سأصبح مع فريق العملة أو سأبقى ماءهم طيل حياتي لا أنا همي الأول عندما دخلت إلى هذا المجال دخلت لي كي أربح يعني اللينك مثلا سأدخل إليها سعرها تسعة ونصف دولار مثلا دخلت كنت مستشمر مثلا جديد دخلت مثلا بألف دولار أو خمسمائة دولار قمت بالاستثمار على عملة اللينك اشتريتها بتسعة ونصف دولار وضعت بها مثلا مبلغ ألف دولار إذا أردت يعني مضاعفة رسيدي يجب على هذه العملة أن تصل إلى العشرين دولار ويجب على الماركت كاب الخاصة بهذه العملة أن تصل إلى ستة فاصلة ستة مليار دولار هو ماركت كاب يعني قيمة سوقية كبيرة مع العلم أن ما يروش حاليا من العملة هو خمسة وثلاثين بالمئة من التطل سبلاي يعني من المليار تروش ثلاثمائة وخمسين مليون ممكن أي لحظة أن يقوم فريق العملة بالإفراج على التوكن الخاص به لذلك على كل استشمار وكل عملة بحثت عليها يجب أن أوازي ما بين المشروع ومن بين السعر والماركت كاب وما يروش في العملة كل هذه الأمور أخذها ثم أقوم بعمل خلاصة وأستثمر في هذه العملة لا أذهب إلى جانب واحد مثلا مشروع العملة قوي جدا سأدخل إليها وأستثمر حاليا لا هذا هو أكبر خطأ بل أقوم بدراسة كل الجوانب الجانب الأول هو أن يكون المشروع جيد أو مشروع قوي الجانب الثاني أن تكون الماركت كاب القيمة السوقية لهذه العملة لا بأس بها لن تكون بمضخمة أن يكون العملة لديها طيقة كبيرة من المستثمرين وأهم شيء هو السعر كما قلت لك أنت كمستثمر فقط إذا أردت أن تضاعف الألف دولار يجب على الماركت كاب الخاصة باللينك أن تتجاوز 6.6 مليار دولار وهذا رقم كبير في العملات الرقمية كذلك عملة البولكا دوت وصلتني رسائل كثيرة بخصوصها لا أحد يناقش مشروع العملة مشروع قوي قوي جدا البولكا دوت ولكن أنا كمستشمر أريد الاستشمار بالبولكا دوت سعرها 4.19 دولار بهذا السعر لا يمكن أن أستشمر بهذه العملة نفس المعايير التي أخذناها لعملة اللينك عندما كانت اللينك في أسعار الـ 2 دولار الـ 1 دولار كنا نتحدث على الاستشمار بهذه العملة لو تتذكرون عندما وصلت إلى العشرين دولار كانت ترويج كبير كبير على تويتر أنها ستصل إلى المئة دولار 200 ألف دولار ولكن يجب أن تراعي هذه المسائل قم بمراعاة الماركت كاب عندما أنت تقول لي عملة اللينك تصل إلى المئة دولار أو الألف دولار الماركت كاب ستتجاوز البيتكوين ستتجاوز شركات قوية مثل السامسونج والشركات رائدة أنا كمستشمر أفضل أن يكون مشروع لا بأس به أو مشروع جيد والسعر والماركت كاب لا بأس بها مثلا 400 مليون دولار 200 مليون دولار 500 مليون دولار إلى حدود المليار دولار ولكن عندما تتجاوز الثلاثة ونصف دولار والأربعة دولار الأربعة ملاير دولار وما يروج فقط هو 35% من التوكن يعني لازالت تقريبا 65% يعني 650 مليون وحدة عملة اللينك هنا تطرح الكثير من التساؤلات كذلك عملة البينب عملة البيننس عملة البيننس الكثير يسألني العملة فيما صار ارتفاعي إلى أي حد ستصل هل ممكن أن نراها في المئة أو المئتين دولار كذلك يعني الماركت كاب الخاصة بعملة البيننس إذا مثلا وصلت فقط إلى 60 دولار فستصبح الماركت كاب تقريبا 9 ملاير دولار هذه فقط 60 دولار أما إذا وصلت إلى المئة دولار ستتجاوز يعني ستصبح في المركز الثاني الماركت كاب القيمة السوقية الخاصة بها لذلك أفضل شيء هو أن تدخل إلى عملة ليس سعرها صغير لا تذهب مع السعر بل تذهب مع الماركت كاب أهم شيء يجب أن تراه الماركت كاب وكم يروج في العملة تتذكرون عملة الكافر هذه العملة كنت قد تحدثت عليها مسبقا عندما كانت في أسعار الأربعة دولار الكل كان يتحدث على مشروعهم العملة تشغل في الديفاي لديها ضيعة ديفاي خاصة بها كانت في أسعار الأربعة دولار ولكن ما كان يروج في العملة في ذلك الوقت تقريبا على ما أظن 400 ألف وحدة عملة كافر الآن قاموا بالإفراج على أكثر من 73 مليون وحدة عملة كافر ووصلت إلى سعر 0.62 ولازالت ستنخفض العملة لأن ما يروج تقريبا في العملة حاليا نقول 6% من التطل سبلاي التطل سبلاي هو 1.3 مليار يعني مليار و 340 مليون وحدة عملة كافر ويمكن أن يكون أكثر لأن هذا فقط التطل سبلاي لنعرف الماكس سبلاي لذلك الأشياء الضرورية التي يجب عليك أخذها هو الماركت كاب الماركت كاب ضروري ومهم جدا في استثمارك في أي عملة لذلك كما أقول لك بحثت في مشروع العملة وجدته مشروع جيد جيد جدا ماذا ستفعل؟ سترى القيمة السوقية إذا رأيت أن القيمة السوقية يعني مبالغ فيها فهنا يمكن أن أنتظر حتى تنخفض العملة مثلا الكافر مشروع جيد جدا ولكن لن أستثمر في هذه اللحظات سأنتظر ستنخفض أكثر من هذا السعر لأن فريق العملة لا زال سيقوم بالإفراج على التوكن الخاص به ومن الضرورية أن تسأل فريق العملة مثلا استثمرت في عملة اللاند أو البايننس أذهب إلى التويتر الخاص بهم لديهم التليجرام ستسأل الأدمين الذي يكلفونه المجال التسويقي تتحدث مع هل أعطينيك الورقة البيضاء الخاصة بكم لكي أرى الوقت الذي سيتم الإفراج على التوكن لديهم عندما يقومون بوضع الويت بايبر يقومون بوضع الأيام المحددة في بيع العملة هل ستباع في الأسواق هل ستباع أوتسي الكل ماذا يختار لذلك من الأشياء المهمة هي الماركت كاب المشروع قوي ولكن أرى الماركت كاب هناك بعض العملات التي وصلتني رسائل بخصوصها كثيرا عملة الأنكر عملة الأنكر رواجوا لها كثيرا وصلت إلى حدود تقريبا 150 ساتوشي العملة هي منصة البايننس مشروع عادي عادي جدا كل العملة تقريبا لديهم نفس المنتوج يقول لك بلوكتشين ولكن أهم شيء هو اعتقاء اعتقاء من المستشميرين وبخصوص الديفاي كذلك الكل الآن أصبح يقوم بعمل الديفاي كل العملة تقول لديفاي يعني هناك العرض ولكن أين هو الطلب؟ الطلب هو نحن المستشميرين من يعطي قيمة لديفاي هذه العملة هو نحن كمستشميرين نحن كمي تلك الشركات من نعطي قيمة لكل عملة أما عندما ترى الكل يقوم بعرض منتوجي تنتظر الطلب الطلب هو الذي يحكم ويتحكم في سعر العملة عملة الأنكر مشروع عادي 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 جدا يعني كمستشمير لا أنصحك بالإستشمار بها يعني 40 مليون دولار يعني هذا هو حدها ارتفعت إلى حدود 150 عملة تابعة لمناصة البايننس كذلك مثال عملة السلر نتورك يجب أن ننبه لبعض الأمور المهمة لا تستشمر في العملات التي تعطى مجانا أو تعطى ايردروب مثلا لاحظنا منصة البايننس ماذا تقول لك إذا قمت بشراء عملة الباينبا أو الباند أو السويب وادخرتها على المنصة أو عملت لها ستيكين سنعطيك العملة البلا مجانا لذلك مثل هذه العملات لا تستشمر بهم لأنها تعطى مجانا يقومون ببيعها يأخذونها مجانا ويبيعونها لك وأنت تكون مستشمر بها وتنخفض لك العملة العملة انخفضت من حدود أتت من حدود تقريبا العشرة دولار عملة البلا نرى لا يظهر لنا الشرط نرى من أي حد أتت البل يعني عشرة دولار نعم وصلت حاليا إلى حدود الواحد دولار لذلك حاول لا تكون مستشمر ولا تتسرع لا تكون مستشمر يتسرع وبخصوص من يريد الاستشمار على المدى القصير فقط لا يريد المدى الطويل أنا من الأشخاص الآن الذين يحبون المدى القصير أذهب مع أحداث العملة مثلا عملة عملة تسجيلك لماذا استشمرت بها استشمرت لأنك ستقوم بطرح المنصة اللامركزية الخاصة بها ستطرح الديفاي ستطرح السيكين هناك أحداث ستساعد على رفع هذه العملة في هذا الشهر لذلك أنت أيضا عند استشمارك لعملة أول شيء قم بإعطاء سبب لنفسك أولا ما السبب الذي جعلني أستشمر في البل؟ مثلا أنت هل رأيتها بسعر رخيص أو رأيتها كانت مرتفعة وانخفضت وستشمرت بها اطرح على نفسك هذا السؤال وإذا كانت مثل هذه الأسباب التي جعلك تستشمر مثلا رأيتها كانت في العشر دولار وانخفضت إلى الواحد دولار ودخلت استشمرت بها وكان هذا هو السبب استشمارك فأنت خاطئ جدا في هذا الاستشمار لا ضروري سأبحث ما هو القادم لهذه العملة هل هناك إمكانية شراكة؟ هل ستطرح السيكين؟ هل ستطرح الديفاي؟ هل ستطرح؟ وهذه الأحداث تكون مؤقتة يعني يرتفع تعرف رواج في تلك الفترة يرتفع سعرها قم ببيعها في تلك الفترة مثلا عملة تسجيلك لن أتركها لسنوات ستنتهي هذه الأحداث قبل انتهائها مثلا بثلاث أيام سأقوم ببيع العملة الخاصة بي هدفي هو هذا ليس هدفي مثلا عشر دولار أو تمانية دولار أو عشرين دولار الهدف الخاص بي عندما تنتهي الأحداث لن يكون أحداث أخرى سأخرج من العملة وسأذهب إلى مشاريع أخرى أبحث في مشاريعهم أجد أن المشروع جيد أبحث هل هناك أحداث قادمة كنت قد وضعت لكم بعض المواقع التي تعطيك الأحداث الخاصة بكل عملة سأطرحها لكم في الديسكريبشن أسفل الفيديو المهم لا نريد إطالة عليكم في هذه الحلقة صراحة نريد فقط أن أعطيكم بعض المعلومات المهمة في بعض الأحيان نقوم بوضع توصيات في بعض الأحيان نشرح نقوم بالتنويع لكي لا تملوا منا فقط نعطيكم الأشياء المفيدة والأشياء التي نستخدمها شخصيا دائما نخذ بالأسباب قمت بالاستشمار في هذه العملة السبب لا تستثمر عشوائي لا تكون مستثمر عشوائي ولا تأخذك العاطيقة بأي عملة استثمرت بالعملة مثلا زيليكا لن أحب عملة زيليكا مشروع جيد مشروع قوي فعلا ولكن الهم الأول هو أن أربح من هذه العملة أدخل للعملة مثلا دخلت عليها بالألف دولار يجب أن تصبح هذه الألف دولار أربعة آلاف دولار أو خمسة آلاف دولار هذا هو همي ليس همي أن أبقى وأضع صورهم في تويتر والفيسبوك وأجادل الناس على مشروع هذه العملة أجد بعض الأخوة يفعلون مثل هذه الأمور هذه الأمور عادية كنا نقع بها كمستثمرين في الأول ولكن مع مرور الوقت أخذنا بعض النج وأصبحنا نستغل بدون عاطفة الهم الوحيد هو الربح هذا هو الأساس المهم إذا وجدت أنك لا منع صواف فترك لنا تعليق وإذا وجدت أن هناك بعض الأمور غير صحيحة فيمكننا أن نخطئ قم بوضع تعليقك لكي نحاول أن نناقش أكثر هذه الأمور كل الروابط التي ستحتاجونها في التواصل معنا فيسبوك، التويتر، الأنستغرام، التليجرام ستجدوها في الديسكريبشن أسفل هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته